صدمة في قاعة المحكمة تفاصيل جلسة قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي شهدت الجلسة الثانية من قضية حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في واقعة الاعتداء على محمد الشيبي لاعب بيراميدز أمام محكمة الجنح مدينة نصر مجموعة من الأحداث المثيرة للاهتمام بعد قرار المحكمة بحجز الدعوة للنطق بالحكم في جلسة يوم 30 مايو الجاري أزدادت التوترات والتفاصيل المثيرة في قاعة المحكمة في جلسة اليوم قدم محامي محمد الشيبي المستشار هاني بكري الدفوع القانونية أمام المحكمة مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة ضد الشحات والتي تنص على الحبس لمدة ثلاث سنوات بسبب التعدي بالضرب والسب والتهديد وعلى الرغم من طلبات محامي الشحات بتأجيل النظر في القضية لمدة ثلاث أشهر رفضت المحكمة ذلك مؤكدة أنها أمام دعوة جنائية كما رفضت المحكمة طلباته بشأن الشهود بما في ذلك استدعاء جمال علام رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين عضو الجبلاية وفي خطوة مثيرة رفضت المحكمة مرافعة محامي الشحات التي تحدثت عن كرة القدم مؤكدة أن محكمة الجنح لا تختص بالنظر في مثل هذه الأمور وأنها أمام قضية جنائية للحكم فيها وأكدت المحكمة أن المستندات التي قدمها محامي الشحات تتحدث عن مشاكل بين اللاعبين وأزمات في الملاعب وهو ما رفض لعدم صلته بالقضية المنظورة بهذا تظل قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي محل جدل واسع في الأوساط الرياضية في انتظار الحكم النهائي الذي سيصدر في جلسة يوم الثلاثين مايو